اولى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما بالغا بالتعاون العسكري المشترك الذي يقوم على اسس منهجية ومرتكزات علمية حققت العديد من المكتسبات وحافظت على المجزات الحضارية لدول المجلس هذه الرؤية الواضحة اتت من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير لتواصل مسيرة التنسيق والتعزيز من اجل تطوير امكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من القناعة الراسخة بوحدة الهدف والمصير بالاضافة للحقائق الجغرافية والتعاون التاريخ المشترك حظي العمل العسكري المشترك باهتمام اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لذا عقد الاجتماع الاول لرؤساء اركان القوات المسلحة بدول المجلس في مدينة الرياض في عام 1981 لبحث مجالات التعاون العسكري وبناء وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس وبدأ من ذلك التاريخ وخلال اكثر من اربعة عقود تم اقرار العديد من الدراسات والانظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من المجالات العمل العسكري المشترك والقائم على اسس ممنهجة ومرتكزات علمية حققت العديد من المكتسبات في العمل العسكري الخليجي المشترك ومنها التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون والتي رسمت ملامح مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك تمثلت في التحول من مرحلة التعاون العسكري الى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما حددت الاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون في الدورة الثلاثين رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستغرارها ومصالحها ولقد ارتسمت بوضوح مظاهرة وعلامات بدء مرحلة التكامل الدفاعي الخليجي المشترك بتأسيس قوات درع الجزيرة لتوفير الأمن والحماية لدول المجلس والدفاع عن استقلالها وحماية مقدراتها ومكتسباتها إضافة إلى إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس والأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانسا وتوافقا خلال تنفيذ العمليات المشتركة من خلال برامج لتنفيذ وتخطيط العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية ووحدات الخدمات الطبية وقوات درع الجزيرة المشتركة للدفاع عن سيادة دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها ومصالحها الأمنية والإقليمية اشتركوا في القناة